اعظم نعيم في الجنة على الاطلاق وكيف نحصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجب فيديو جديد اعظم نعيم لاهل الجنة هو رؤيته وجه الله تبارك وتعالى وده نعيم احنا مش حسينه او مش فاهمينه او مش مجربينه بس هو عندنا قاعدة كده ان ده افضل نعيم يستمتع به الناس في الجنة شوف بقى مع الاكل والشرب والكل حاجة والجلوس مع الصحابة كل ما تتمنى اعلى من ده كله رؤية الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم فما اعطوا شيئا يعني اهل الجنة احب اليهم من النظر الى ربهم فيش حاجة احلى ولا امتع من المتعة رؤية الله سبحانه وتعالى تقول احنا نشوف ربنا في الجنة نعم دي عقيدة اهل السنة اننا نرى ربنا يوم القيام النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته يعني الساعات لما احنا الرؤية متباشر واضحة نضم بعضنا البعض كده عشان ايه تتبين الرؤية لكن لا ده مش هيحصل حترون ربكم رؤية واضحة ثم قال بقى نبي بيرشدنا بقى فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ايه الصلاة اللي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وايه الصلاة اللي قبل غروب الشمس صلاة العصر يعني يا جماعة اللي عايزين تنالوا ثواء تنالوا رؤية الله عز وجل احرسوا قوي على الصلاة دول ما تضيعوش الصلاة دول صلاة الفجر وصلاة العصر يبقى الخلاصة ازاي احصل على ثواء احصل على النعمة العظيمة دي النظر الى وجه الله تلات حاجات اول حاجة تدعي والنبي كان بيدعي بهذا الدعاء اللهم اني اسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك يبقى انت نفسك تشوف ربنا ادعي بهذا الدعاء اللهم اني اسألك لذة النظر الى وجهك تانية حاجة تفعل الواجبات وتترك المحرمات عشان تخش الجنة حتشوف ربنا في الجنة فعايزين نخش الجنة طب دخول الجنة بايه بالفرائد افعل الفرائد واسيب الحرام ولو انت فعلا مشتاق لرؤية ربنا عز وجل يبقى انت لقى يبقى عندك دافع قوي لذلك في اللي انت تستمر في ترك الحرام وفعل الواجبات وثالت حاجة تركز لي بقى في الواجبات دي على حاجة اللي هي اللي احنا قلناها موضوع صلاة الفجر اوعى ضيع صلاة الفجر لو انت بتحب ربنا صلاة الفجر دي تبقى الساعة عندك وصلاة العصر برضو ما تخفلش عنها الدعاء فعل الواجبات ترك المحرمات الحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر دعم الفيديو بشير واللايكم من شرا في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم